الحب اللي يخلي القلوب ترى ودى الله سبحانه وتعالى الحب اللي بياخد بأيدينا بأيدي العبيد لله يا معاذ إني لأحبك فلا تدع دبر وكل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هو ده الحب اللي بينتج عشان كده كتير من أمات العلماء الأكابر رب ونفسهم ورب وأولادهم على الحب المتزم اللي يخرج أجمل ما في أولادهم مش الحب اللي يشبه الحبل السري ده زي أم سيدنا الإمام بخاري مثلا رضي الله عنه سيدنا الإمام بخاري النشأ يتيما في حجر أم رضي الله عنه كان من ممكن عشان زوجها توفى تتشبس بابنها ده رجلي وتحرس أنه يكون دايما معاها وما يبعدش عنها لكن سبيته يرحل في طلب العلم لكن ما عملتش كده وفكرت إزاي تخرج أنور ما فيه الإمام بخاري فسفرت به إلى الحج وسيدنا الإمام بخاري عنده 16 سنة وبعدها تركته في مكة ورجعت عشان يتعلم إيه ده؟ إيه القلب واحد تاني إيه القلب الأسل ده؟ ثابت ابنها؟ لا 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 ده عارف ابنها رايح فين؟ ده ترى بنور الله عشان يطلب العلم بلسان قومه فيتعلم اللغة من أهلها فالإمام بخاري رضي الله عنه بقى الإمام بخاري بإيه؟ بحكمة وبعقل رزين من أم قررت إن ابنها يبقى نور من أنوار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبقى الإمام بخاري أنا عارف المسألة ممكن تكون تقيلة على بعض الناس ممكن بعض الناس يبلغوا فيها يعني ممكن بعض الناس يقولوا أنا ما أقدرش أعمل ده ما أقدرش أفصل يبقى فيه مسافة بيني وبين أولادي وحد يقول لي ما يعمل للأم ما عايزين إحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده خير الأمور يأوسطها إحنا عايزين لا اعتدال طب عشان نبقى معتدلين نعمل إيه؟ أول حاجة عودوا نفسكم على الحب المتزن ما تخافوش على أولادكم وما تخوفوش أولادكم ما تخافوش أن أنتو تهلكوهم لما تسيبوهم لا حاولوا تتعلموهم أن هم أنتو داعمين لهم في ظهرهم واستودعوا أولادكم وحبيبكم لله الله مش خارج العلاق أنت مش رب الولد ولا الولد ده أنت أسير عنده اتعلموا أن أنتو ربنا بينكم أولادك ده يخليك تهدى شوي ويخلي الأولاد يحسوا أنه لا أنا مش ضايع فكرة أن الولد يحس بالضياع لما يحس أنه يتجاوز ويسيب بابا ومامته ويتفطم لا 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 مش هنحسه فالذلك فكروا نفسكم وفكروا أولادكم دايما أن أنتو وديعة عند الله وإحنا في ضيافة الله كلنا تاني حاجة كل يوم ضيفوا قيمة جديدة في حياتكم عشان تحسوا بالوسع يعني أي ضيفوا قيمة جديدة في حياتكم يعني كل يوم حاولوا تحسسوا نفسكم أن أنتو بتتقدموا خطوة في ناحية أن أنتو بتعيشوا للخير بتعيشوا بالجمال بتعيشوا بالعبودية عودوا أنتو وأولادكم كل يوم تعملوا حاجة فيها رحمة وفيها خير وفيها جمال تاريت حاجة ما تسيبوش اعملوا كده سهل جدا النهاردة اسألوا بعض كل يوم حبيبي أنت أي عملتوا النهاردة فيه رحمة أنت أي النهاردة عملتوا أنت أي عملتوا مش أنت عملت اللي أنا قلتلك عليه لأ أنت عملت إيه عودوا أولادكم إنهما كده حضرت النبي مربى للصحابة الكبارة على كده ما عاد اليوم مريضا ما انتبع اليوم جنازة ما انت صدق اليوم بصدقة حضرت النبي يعمل كده عشان يتنشط للناس من غير ما انت تقوله اللي انا علمتو لك عملته لا يتعلم القيم ويعيشها بقى تالت حاجة خلي لكم دعاء دايما في سجودكم لأولادكم وانتو كمان يا أولاد ادعو في سجوده علم ابنك يدعي لك في سجوده ما تتصورش ان انت بس ده الأولاد دولة ممكن يكون مستجبين الدعوة اكتب مننا حوض ابنك ان انت تقوله حبيبي ممكن تدعي لي ادعي لي في سجودك فالولد يحس ادعي البابا ادعي الماما فيبقى هو حاسس ان يتربع على حاكتين في علاقة بينه وبين ربنا وان هو كمان عنده مسئولية جاه ابو وام ادعوا ربنا سبحانه وتعالى علموا قولتكم ان انتو تدعوهم وهم يدعو لكم وان سبحانه وتعالى يسقيكم من فيض كرم ووسعه عشان تشوفوا ووسع الحياة ووسع نعمة ربنا فمثلا ادعوا كده وقولوا انتو قولوا كده مولاي اني اعلم انك اكرم مني واعلم انك اقرب الي مني واعلم انك احن علي مني فاللهم اني اسألك واتعلق برحمتك واتعلق بكرمك وودك ان تكفيني وتكفي احبتي وتعطينا فوق ما نريد اذ تعطينا ما تريد يا رب العبيد يا سادة خلينا خلي بالنا خلي بالنا من ولادنا ان ولادنا عبيد لله واحنا عبيد لله خلينا دايما عايشين في ملك الله وفي نعمة ربنا ما تخنقش ولادكم عشان ولادكم ما يتخلوش عنكم خلونا نبني حياتنا ونبني مستقبلنا بعباد اسوياء بيعبدوا الله فينا وفي مجتمعهم وفي امتهم يا رب العالمين كرمنا ان نكون هؤلاء اشتركوا في القناة